اهلا وسهلا مشاهدين الكرام نشرة الاخبار الى عنوينها الرئيس مسعود بارزاني واساما النجيفي نائب رئيس الجمهورية يبحثان التطورات السياسية المتعلقة بالعراق ونيشيرفان بارزاني يجتمع مع عدد من علماء الدين وقسم من اهالي اربيل ندوات جماهيرية في زاخو وسهل نينوى وزمار للتعريف ببرنامج القائمة 184 استعدادات المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية في اوروبا مستمرة اقليم كردستان هو افضل بيئة للعمل الصحفي والاعلامي في الشرق الاوسط بحسب نقابة الصحفيين في السليمانية اهلا مشاهدين استقبل رئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اساما عبدالعزيز النجيفي نائب رئيس جمهورية العراق ورئيس تحالف القرار العراقي وفي اللقاء تم تداول اخر المستجدات السياسية والتطورات المتعلقة بالعراق والمنطقة كما تم خلال اللقاء تبادل الاراء ووجهات النظر والرؤى بشأن المستقبل القريب والمعادلات السياسية ضمن العملية السياسية في البلد كما اتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل بخصوص المستجدات السياسية بحث نائب رئيس الحزب الديمقراطية الكردستاني نيشيرفان بارزاني اثناء لقائه عددا من رجال الدين وارضي ومكتسبات كردستان وذلك بصورة عامة وكان الحديث للاربيليين بشكل خاص وكان يحمل ايضا الجوانب الهمة للظروف الصعبة التي تعرض لها اقليم كردستان منذ بداية عام 2014 مشيرا ايضا الى انه لو لا هذا الموقف لكنا نتوجه نحو مصير مجهول ولكن بصمودنا وتكاتفنا صمدنا وبقي بير وبيشمرقة كردستان الابطال في الدفاع عن تراب ومكانة كردستان السياسية والقانونية والدستورية مؤكدا ان البارتي يفتخر دوما بهذا الدعم الجماهيري الكبير الاتي من صميم شعب كردستان اكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ان الاستفتاء كان بداية اعلان الدولة الـ 184 للحزب الديمقراطي الكردستاني في زمار وقال في كلمة له اننا لسنا نادمين اطلاقا على اجراء الاستفتاء مؤكدا ايضا ان ما حدث وثيقة تأريخية مقدسة ثابتة ستبقى الى الابد وحول مشاركة الكرد في الانتخابات النيابية العراقية القادمة نفى هشيار زيباري وجود اي تناقض بين اجراء الاستفتاء والمشاركة في الانتخابات العراقية ولفت زيباري الى ان الاستفتاء هو تعبير عن الرأي وقلناها سابقا اننا لن نعلن الدولة الكردية بعد الاستفتاء مباشرة واستدرك زيباري ان يوم الاستقلال قادم لا محالة قريبا كان او بعيدا وبحضور الدكتور روج نوري شاويس عضو المكتب السياسي ومسؤول الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني ومجموعة كبيرة من بيشمرغة ايلول وبيشمرغة غولان ايضا ووجه ندوة جماهيرية موسعة للتعريف بالمرشحين عن القائمة وتشجيع المواطنين للتوجه الى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات وتقديم المزيد من المكتسبات الجماهيرية الوطنية في ظل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي دخلت وبقوة ووضوح ضمن القائمة مائة واربعة وثمانين وضمن حملاتها الدعائية الى الميدان الانتخابي عقد مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الشرف حيران وتلك هي التابعة لناحية باشيك من اجل التعريف بمرشحي القائمة مائة واربعة وثمانين قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني اكرم سليمان كان هناك ووفانا بالمزيد حول هذه الاحتفالات الجماهيرية من اجل التعريف بقد عسمة رجب مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني ندوة جماهيرية موسعة في كل من مناطق شويرج وطماشا وشرف حيران التابعة لناحية باشيك حضرها شخصيات ووجهاء واهالي المنطقة ندعم قائمة مائة واربعة وثمانين لهذا القائمة اثر ودور كبير في التعايش السلمي بين مكونات اطياع في الشعب ولما قدمتهم التضحيات من اجل هذا البلد اغلب الساكنين في مناطق شويرج وطماشا وشرف حيرانهم من القومية العربية وتربطهم علاقات وثيقة وتاريخية مع شعب كردستان وقد عهدوا القيادة السياسية ان القائمة مائة واربعة وثمانين هي من تمثلهم في الانتخابات القادمة وضحوا بما الكفاية ما يحد وحد يحجي فضحوا ما ضحوا وحافظوا على امنة قليم كردستان فحافظوا ليس قليم كردستان على الامان ادعم قائمة مائة واربعة وثمانين لانها توفر للشعب الحماية والسيادة ومن اجل السيادة هذا الوطن في السابع عشر من تشرين الاول عام الفين وسبعة عشر شرعت قوات البيشمرقة بتحرير سهل نينوى بجميع القرى والنواحي والاقضية التابعة لها حيث سطروا اروع الملاحم القتالية في معاركها ضد ارهابي داعش وكانت مناطق شويرج وطماشا وشرف حيران من ضمن القرى التي تم تحريرها من قبل قوات البيشمرقة القائمة مية واربعة وثمانين احنا ننتخب هاي القائمة لان هم اللي خدمونا وهم اللي فادونا لان ابو بغداداني ما يفيدني ابو الموصل ما يفيدني ابو منطغتي يفيدني واحنا تابعين الفرق اربعة عشر واحنا ننتخب قائمة مية واربعة وثمانين تابع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبحسب الاحصائيات التي جمعتها المفوضية العراقية حول اعداد الناخبين العراقيين المتواجدين في المانيا فانها تقارب السبعة وثلاثين الفا فضلا عن الناخبين المقيمين في النمسا والذين يقدر عديدهم بحسب الاحصائيات التي جمعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من وزارتي الهجرة والخارجية حول اعداد الناخبين المتواجدين في المانيا فانها تقارب السبعة وثلاثين الفا فضلا عن الناخبين المقيمين في النمسا الذين يقدر عددهم بسبعة الاف وحول استعدادات مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اكد مدير مكتب انتخابات المانيا والنمسا للمفوضية في المانيا لانتخابات مجلس النواب العراقي حيدر الجبوري في تصريح لزاكروس عربي المفوضي المستقل للانتخابات تواجدت في ألمانيا لفتح مكتب انتخابات للجالية العراقية في ألمانيا ومركز انتخابي في عم نمسا فيما يخص ألمانيا سيكون هناك سبع مراكز انتخابية موجودة في ألمانيا وهي في برلين وشتودغارد ومنشين ومانهاين وكورمين وكيل هذه المراكز سوف تعمل في يوم الاقتراع في تاريخ عشرة ودعش خمسة إن شاء الله إن شاء الله المكتب أكمل أغلب الإجراءات الخاصة بيأخذ الموافقات الأصولية وقد رفعت المفوضية عدد مراكز الانتخاب في ألمانيا إلى سبعة مراكز بمجموع 38 محطة بدلا من أربع مضيفا أنه تم افتتاح مركز انتخابي في العاصمة النمساوية فيينا لإغرض تسهيل وصول الجالية العراقية هناك وقد أشار الحيدري أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من حيث توفير الكوادر والأمور الفنية بالإضافة إلى التدريب على آلية التصويت المشروط وعمليات العد والفارزة أما بخصوص الوثائق الأساسية المطلوبة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فهي البطاقة الوطنية وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة الناخب المحدثة الألكترونية وإجازة السوق العراقية بالإضافة إلى الوثائق العراقية الأخرى الساندة مثل بطاقة الناخب الألكترونية الغير محدثة التي تم استخدامها في انتخابات 2014 وأيضا استمارت التسجيل الألكتروني لمصوتي الخارج وبطاقة السكن بالإضافة إلى الوثائق الأجنبية مثل بطاقة اللاجئين الصادرة من فريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر وإجازة السوق للبلد الذي يقيم فيه الناخب وبطاقة الإقامة ووثيقة اللجوء الوطني للعراقيين الصادرة من بلد الإقامة وخلاف هذه المسمسكات لن يستطيع الناخب العراقي لإدلاء بصوته مشاهدين وحول هذا الموضوع الانتخابي والانتخابات للعراقيين المقيمين والذين يسكنون في خارج البلد معنا على الهواء مباشرة وعبر الهواء مباشرة سيد ضرغام الحيدري مسؤول مكتب الهيئة العلية المستقلة للانتخابات في الخارج السويد أهلا وسهلا بك سيد ضرغام ضيفا كريما علينا خلال هذه النشرة الخبرية ما هي استعداداتكم في الخارج في السويد تحديدا وأنت تعلم أن هناك مدينة مالمو وستوك هولم والجالية العراقية الكبيرة في هذه المنطقة تحديدا كيف هي الاستعدادات للانتخابات في السويد الكلمة للتفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أخي وإلى كافة مشاهديكم الكرام في البداية تمت تهيئة 15 مركز انتخابي بواقع 71 محطة اقتراع ستعمل ان شاء الله خلال يومين 10 و11 من الشهر الحالي ستفتح هذه المراكز في تمام الساعة السابعة في تمام الساعة السابعة صباحا والغاية الساعة السادسة مساءا سنتقوم باستقبال كافة الناخبين العراقيين الذين يمتلكون الوثاقة العراقية الأساسية اللي هي جنسية أو جواز سفر أو هوية الحوال أو شهاد جنسية العراقية أو دفتر النفوس أو بطاقة الناخب أو جاس السوق العراقية إضافة إلى وثيقة ساندة في الحقيقة نحن كمفوضية حريصين على عدم هدر أي صوت من ابناء الجالي العراقي المتواجدين في السويد تم عادة انتشار هذه المراكز بواقع 15 مركز موزع في عموم مملكة السويدية في ستوك هوم أربع مراكز وأوروبرو مركزياً يوتوبوري مركزياً ومال مطلاثة أوبسالة لينشوبك وفستروس وهنسنبوري وكذلك هناك في النرويج وفنلندا تابعات إلى مكتب الانتخابي في السويد نعم يعني النرويج وفنلندا أيضاً الاسكندنافيتان تابعتان أيضاً للدائرة الانتخابية في السويد هكذا فهمت؟ نعم نعم حقيقة نحن نعم استاذ نعم نعم تفضل أريد أن أسمعك نعم يعني مثل ما تعرفون نحن بدأ العد التنازل لإجراء هذا الممارسة الديمقراطية التي ينتظرها العراقيين نحن كمفوضية أشرعنا بكافة الإجراءات العملياتية وتهيئت كافة الموظفين الذين سيعملون إن شاء الله خلال اليومياً الانتخابات نعم نطلق على هذه يعني عملية الاقتراح هي عملية التسجيل والاقتراح بمعنى أن الناخب سيقوم بتقديم الوثاق العراقية الأساسية ومن ثم الوثاق الساندة نحن بتسجيل بياناتهم ثم يتوجد صناديق الاقتراع نعم 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 بمعنى أن انتخابات في الخارج تختلف عن انتخابات بالداخل نعم نعم أين يكمن هذا الاختلاف الذي تحدثت عنه آنياً وماذا عن من فقدوا كل مستمسكاتهم الرسمية الثبوتية في العراق ليس بسبب أنهم يعني لا يملكونها وإنما بسبب نسف مدنهم عن بكرة أبيها كما نرى في الرمادي 80% من المدينة مدمرة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل العراقية عاصمة محافظة نينوى ومدن أخرى عراقية يعني نسفت تماماً حوالتها الحرب إلى ركام كيف يمكن لهؤلاء أن يعودوا ويستخرجوا من تحت الركام مثلاً ولم يحصلوا على وثائقهم كيف يتعامل معهم القائمون في أوروبا في السويد على الانتخابات؟ خلي نقل عن الخارج باعتبار أنه انتخابات الداخل داخل العراق لدينا قاعدة بيانات دقيقة ورصينة للناخبين بمعنى أنه جميع الناخبين الذين سيشاركون بانتخابات لديهم بطاقات ألكترونية صدرة مفوضية فبالتالي لدينا قاعدة بيانات لإعداد الناخبين الذين تم إصدار بطاقاتهم من خلال هذه الهوية بطاقة الناخبة الإلكترونية التي تحمل صورة نعم في الخارج ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة فشرعة المفوضية إلى أجراءات نطلق عليها عملية التجيل والاقتراع بمعنى أنه الناخب سيتوجه في يوم 10 أو يوم 11 بإبراز المستمسك العراق والآخر ساند مثل ما أوضحت في بداية حديثي نقوم بتسجيل هذه البيانات ومن ثم ترحيلها على المكتب الوطني في بغداد لغرض التدقيق ومن ثم عادتها إلى مكتب لإجراء عمليات العدو الفرز كم تستغرق؟ اليدوي كم تستغرق عملية التدقيق هذه الإلكترونية موضوع موضوع اللي فقده نعم نحن 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 بالنسبة لدي مشكلة بالصوت السادة لا سمحت لي أنا جاوبك يمكن ورد دقيقة يوصل لك نعم هناك صدى ورجوع في الصوت نعم نعم موضوع جدا مهم عدة وضحة جميع الذين ليس لديهم وثاق لا يسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات التعليمات واضحة وصريحة ونحن وضحنا هذا من خلال ندواتنا ولقاءاتنا مع ابناء الجالي العراقية وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وعن طريق توعية الناخبين عن وسائل الإعلام أن كافة الذين يسمح لهم بالمشاركة عليهم جلب أحدى المستمسكات العراقية السبعة اللي هي البطاقة الوطنية أو جواز السفر العراقي أو هوية الأحوال المدنية نعم أو شهاد جنسية العراقية أو دفع للنفوس لعام سبعة وخمسين أو بطاقة الناقب الالكترونية البيومترية التي تحتها صورة أو جهاز السوق العراقية فقط سيسمح للذين يمتلكون أحدى هذه الوثاق المشاركة في الانتخابات بشرط أن تكون أصلية وليس السنساخ وليس كوبي يعني فقط جاوبني بإجابة مقتضبة في حال يقدم أنه الناخب نعم فيما لم يكن هذا كله متوفرا هل يعوض عنه بوثيقة من المفاوضية السامية للاجئين أو الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر لو كان بحوزته يعني إجابة مختصرة على هذا ونأتي نعم إلى الشق الآخر من الحديث هل الإقبال على توثير لا يسمح له بالتصويت ما لم يمتلك هذه الوثاق نعم هل العدول عن في أوروبا أيضا حقيقة أنا أستغرب كسؤال كطرح مثل هذا الأسئلة نحن كمقيادين وسياسين ورجال الدين وكافة الأكاديميين هناك رغبة واسعة وكبيرة لدى الناخب العراقي المتواجد المواطن والمتواجد بالمهجر للمشاركة في هذا العرس الانتخابي حتى يشارك أبناء العراقين في الداخل فهي ممارسة ديمقراطية وحق من حقوقها جاي تهيئة المفوضية حتى نسمح له في المشاركة في يوم الانتخابات إن شاء الله جاي جدا يجب أن نسأل كل الأسئلة بالتالي لنصل إلى كل الأجوبة لتكتمل الصورة أعتقد هذه سيكون مسهلا للوصول للنتائج خلال مدة تزيد عن 24 ساعة حسب ما قيل في المؤتمرات الصحفية التابعة نعم حقيقة نحن نسير وفق تعليمات وإجراءات خاصة بإعلان النتائج نحن بما أنه ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة مثل ما أوضحت ببداية حديثي سنقوم بترحيل هذه الأسماء إلى بغداد لغرض التدقيق ومن ثم تعادل لدينا هذه الأسماء ويعاز من وحدة إدارات خابات الخارج لغرض إعداد عملية العدوى الفرز ما يخص عملية العدوى الفرز سيكون عدوى فرز ألكتروني وليس يدوي عن طريق الجهاز يسموه تسريع النتاج فتكون النتاج في الداخل وكذلك في الخارج إن شاء الله في نفس اليوم تنطلق بعد الإعاز اللي دينا من بغداد الموظفون هل وصلتم إلى تكامل في أعداد أتموه بالعرس هل سيكونون حاضرين من المقيمين العراقيين في الخارج ومن حتى غير العراقيين سيعملون بهذه الفترة نعم وتم تدريبهم وفق الكاسكيت التدريبي الخاص بالمستوى الثاني والمستوى الثالث نطلق عليه الموظفين الذين سيعملون في إدارة هذه المحطات اليومين جميعهم مستوفين للشروط والمعايير التي رسمتها المفوضية لإضفاء الشفافية والنزاهة على مجريات العملية الانتخابية تم تدريبهم وباشرنا وفق كاسكيت التدريبي من قبل المدربين تم تدريبهم في إسطنبول من قبل المفوضية العلمساقية الانتخابات ونحن نسير على قدم وساق لإجراء هذه الانتخابات وفق المعايير المرسوم لها من قبل المفوضية شكرا جزيلا لأستاذ ضرغام الحيدري مسؤول مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الخارج السويد كنت ضيفا كريما معنا عبر هذه النشرة الخبرية شكرا مجددا لك يحتفل العالم وأيضا إقليم كردستان بيوم حرية الصحافة الذي تبناه اليونسكو المنظمة العالمية للعلوم والثقافة قبل نحو سبعة وعشرين عاما الصحفي الإعلامي بالجيدة مؤكدة أيضا أن الإعلام الكردستاني كان له دورا إيجابيا خلال الأزمات التي عصفت بالمنطقة شكرا محمد كانت معه المزيد من تلك التفاصيل أقامت العديد من المنظمات الحكومية والمدنية في السليمانيا مراسيم احتفال باليوم العالمي لحريات الصحافة الذي اعتمدته منظمة يونسكو العالمية في الثالث من أيار من كل عام بعد اجتماع تاريخي للصحفيين الأفارقة عام 1991 نقابة الصحفيين في إقليم كردستان أشارت خلال هذه المناسبة إلى واقع حرية التعبير في الإقليم ودور الإعلام الكردي في حل حلة الأزمات بالبلاد بالتأكيد هناك حرية الإعلام في إقليم كردستان من أجل العمل الإعلامي ونستطيع القول إن إقليم هو أفضل البيئة للعمل الإعلامي في منطقة الشرق في الحقيقة الإعلام الكردي لم يكن له دور سلبي في العلاقة بين بغداد وإربيل وإنما تعرضنا لهجمات إعلامية حكومة العبادي سيما بعد إجراء الاستفتاء وفضلا عن الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد إعلاميون من السليماني انتهزوا الفرصة واستذكروا الكثير من الصحفيين الكرد والذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة سيما خلال المعارك ضد داعش إذا عادت معارك ضد الإرهاب لا سمح الله فإن الصحافين في إقليم هم كقوات بيشمرقة من ساحات المعارك أبرى تغطياتهم خبرية وقد دفع عديد منهم حياته ثمن لذلك بعد مضي 27 عاما على أعلاني اليونوسكو الخاص بحرية التعبيثة بالحقبات السياسية المتعاقبة على البلاد لقناة زاكروس تيفيشيار محمد السليمانية ومن يوم حرية الصحافة إلى الشأن الانتخابي حذر مقرر مفاوضية الانتخابات بإقليم كردستان إسماعيل خورمالي من أن هناك احتمالا كبيرا في أن تكرس بعض القوة أو بعض الاهتمامات مما ترسل نتائج الانتخابات إلكترونيا إلى الخادم الرئيسي في بغداد وبالتالي يمكن عبر هذه الآلية أن يحدث تغيير كبير في نتيجة الانتخابات والتصويت وبسهولة بالغة وأضاف خورمالي عمليات التزوير سهلة وليست صعبة الآن وهناك حاجة إلى بعض الشفرات البرمجية فقط لتغيير نتائج الانتخابات وحتى التلاعب بها وتابع خورمالي كان من المفترض أيضا أن تعلن النتائج الانتخابية في الساعات الأولى من انتهاء التصويت بفضل الأجهزة الإلكترونية أما تأجيل ذلك ليوم لما بعد انتهاء التصويت فهو أمر مشبوه به وخطير جدا هذا وستستخدم المفوضية العراقية العلية المستقلة للانتخابات وللمرة الأولى نظاما إلكترونيا للتصويت بالإضافة إلى نظام اقتراع ورقي في الانتخابات العراقية البرلمانية المقررة في الثاني عشر من أيار الجاري في جميع أنحاء العراق أعلنت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات عن تسجيل خمس وعشرين منظمة دولية ومحلية تقع على عاتقها مراقبة العملية الانتخابية العراقية في الثاني عشر من أيار الجاري وقال عضو مجلس المفوضية سعيد كاكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده ورئيس هيئة المفوضية في الإقليم مازن عبدالقادر في أربيل إن تلك المنظمات لها كل الحرية في مراقبة العملية الانتخابية في جميع العراق وأردف كاكي بالقول إن يوم التاسع من الشهر الجاري سيكون آخر موعد محدد لتسجيل المنظمات الرقابية في العراق منوها أيضا إلى أن تلك المنظمات ستعد تقاريرا خاصة بها تخص العملية الانتخابية في البلد هذا واشترطت عليها المفوضية تسليم نسخ من تلك التقارير مباشرة قبيل نشرها وإرسالها لتشخيص الخروقات والتعامل معها أيضا بعد مسلسلات التشهير والتسقيط السياسي يأتي الدور الآن على استخدام التصفيق مواطنون عراقيون يتحدثون وبقلق كبير حول هذه العمليات الاغتيالية في حين يقول محللون ومراقبون في السياسة إنها تأتي ضمن شعور بعض الأحزاب السياسية بالإفلاس السياسي رغم أنها رقي الموقع من قبل كل الكتل السياسية في العراق أحمد فيلي من بغداد كان معه المزيد في هذا التقرير بقلق يتابع المواطن جمع القريشي أخبار الانتخابات وما تخلى لها من عمليات استهداف وتصفية بعض المرشحين في بغداد وبعض المحافظات أكثر من ثماني محاولات اغتيالة سجلت خلال شهر نيسان المنصرب من دون كشف تفاصيل المنفذين من قبل الجهات الأمنية لاحق مع قرب الانتخابات هذه جزء من التصفيات السياسية فيما بين الأحزاب من جانب آخر فإن موجة عمليات الاستهداف الممنهج تأتي بعد سلسلة الفضائح والتشهير السياسي لبعض المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية التي لم يتبقى على انطلاقها سوى بضعة أيام أصحاب الحظوة والكفاءات ما عدتها قدرة تنافسية بالتنافس الشريف لأن ما تقدر تنافس لا رجل الدين ولا رجل العشيرة ولا رجل المال السياسي المسحوت وهذا ما أثبته الواقع العراقي اليوم وبحسب التحليلات السياسية فأن موجة الاغتيالات التي تدخل ضمن عمليات المنافسة غير المشروع لبعض الكتل المفلسة على أمل الحفاظ على حضوضها الانتخابية تتناقض مع وثيقة الشرف التي وقع عليها قادة الكتل السياسية قبل أكثر من شهر تقريبا قضية المنافسة أججت ودفعت بعض الشخصيات التي أفلست انتخابي من أجل استهداف تلك الشخصيات وكذلك هناك تأكيد على قضية الميثاق الشرف الانتخابي لكن يبدو أن قضية المنافسة واحتدامها وتهميش الآخر كانت الفاصل وقد تستمر عمليات الاستهداف والتسقيط السياسي إلى مع بعض الانتخابات وربما إلى ما بعد أعلان نتائجها التعويل على العنف من أجل زيادة حضوض بعض الكتل والكيانات المشاركة في الانتخابات قد يزيد أيضا من فرص عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري من بغداد أحمد فيلي زاكروس تيدي أمنيا وفي العراق أيضا أعلنت قيادة عمليات نينوى عن وضعها لخطة لحماية الناخبين في نينوى خلال أيام الإدلاء بأصواتهم في عموم المراكز المخصصة للتصوير وبهذا أصدت قلقاء لتوفير الحماية الكاملة لهم من جانبه أكد عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربة عن عدم جهزية الجانب الأيمن لمدينة الموصل لإجراء الانتخابات منوها أيضا إلى أن مشاكل عدة كان ينبغي معالجتها كانتشار الفساد وعدم مستمرون في النشر وإلى بغداد من نينوى أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات العراقية المقبلة والتي ستنطلق يوم السبت المقبل فيما أشارت أيضا إلى أن القوة الجوية وطيران الجيش العراقي سيكونان مستعدين تماما للحماية للمواطنين في يوم الاقتراع من الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بيوم الانتخابات مبينا أن الخطة وضعت وبإشراف أمني بعضوية كل الأجهزة الأمنية العراقية والاستخبارات العراقية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية أمنيا ومن وسط العراق أسفر هجوم مسلح في ديالة عن مقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة العراقية وقالت مصادر إن مسلحين شنوا هجوما على نقطة للتفتيش في وادي العوسج كانت من صد الهجوم بعد اشتباكات لساعتين وأسفرت بالتالي عن مقتل شرطيين عراقيين وإصابة أربعة وأعلن داعش الإرهابي مسؤوليته الكاملة عن الهجوم بالإضافة إلى تبنيه هجوما آخر وقع في بلدة الطارمية الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمالية بغداد وهدد داعشه قبل أيام قليلة باستهداف كل مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق وقال أيضا إنها ستكون هدفا متاحا لمسلحي التنظيم الإرهابي وفي بغداد قضت المحكمة الجنائية المركزية بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات كنا ينتمين إلى النساء التي تم إصدار الأحكام بحقهن أجنبيات من دول عدة ثلاثة منهن تركيات ومثلهن من آذربيجان وواحدة أسباكية وأخرى من سوريا هذا وصدرت هذه الأحكام بالإعدام وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب ذلك بعد قرار إبعادهن خارج العراق بعد انقضاء مدة محكومياتهن وذلك وفقا للمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أعلنت وزارة الدفاع العراقية عوصول الدفعة الثانية من طائرات تي خمسين الكورية الجنوبية من سيؤول إلى بغداد والبالغ عددها ست طائرات وكانت الدفاع العراقية قد أعلنت في السابع من آذار من العام الماضي وجه رئيس مجلس النواب العراقي طلبا رسميا إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء العراقي ورئاسة المحكمة الاتحادية العراقية ومجلس القضاء الأعلى العراقي وجه إليهم جميعا طلبا باستصدار عفو خاص لسلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق في عهد صدام حسين حيث ذكر الجبوري أنه تلقى مناشدات من عائلة سلطان هاشم بعد تدهور حالته الصحية في السجن ورجاء من نخب موصلية وشخصيات مرموقة كمبادرة إيجابية تتلاءم وأهمية شهر رمضان المبارك مطالبا أيضا بأخذ الطلب بعين الاعتبار واعتباره من المصلحة العامة ويذكر أن سلطان هاشم قد حكم عليه بالإعدام في حزيران من 2007 من قبل المحكمة العلية في العراق إلا أن الأمر لم ينفذ لعدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الطلب أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مسؤوليتها الكاملة عن مقتل مدني في غارة في سوريا وذلك في أول اعتراف رسمي من نوعه منذ اخترطت أو انخرطت لندن بالأحرى في العملية الجوية التي كانت تستهدف تنظيم داعش في سوريا قبيل أربع سنوات ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية على وزارة الدفاع في لندن قولها إن مدنيا سوريا قتل جراء غارة نفذتها طائرة بريطانية بدون طيار كانت تابعة لسلاح الجو البريطاني الملكي وفي بيان مكتوب أرسل إلى البرلمان البريطاني ماسون عن عمق أسفه جراء الحادث الأخير وقال أيضا سوف نفعل كل ما بوسعنا لتقليل تعرض المدنيين السوريين للخطر أثناء الغارات وتحوم الشكوك أيضا في بريطانيا حول مصداقية وزارة الدفاع البريطانية بشأن نجاحها في شن أكثر من 1600 غارة جوية في كل من سوريا والعراق دون أن تتسبب هذه الغارات بمقتل المدنيين منذ بداية العمليات في البلدين الجارين صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تستقر بنشاط على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا سعية بذلك إلى تفكيك الجمهورية السورية وقال لافروف في حديث لمجلة بانوراما الإيطالية بالرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض قد أكدتا رسميا في أكثر من مناسبة أن الهدف الرئيس للأمريكيين هو طرد الإرهاب من سوريا فإن الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر وعلى الواقع تستقر حاليا بنشاط عسكري على الضفة الشرقية للفرات وتسعى بذلك إلى تفكيك سوريا وهذا النهج الأمريكي يشجعه عدد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وأضاف لسوء الحف فإننا نواجه مرارا هذا الوضع على الواقع وليس فقط فيما يخص العلاقات الروسية الأمريكية بل وفي الملفات الدولية الأخرى العالقة عندما لا تتفق تصريحات واشنطن الرسمية مع أعمالها الحقيقية في الواقع أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي عن تضامن الجامعة العربية مع المملكة المغربية بخصوص قرار قطع علاقات المغربي مع إيران لما تمارسه طهران من تدخلات مرفوضة دوليا في الشؤون الداخلون الدول العربية بالمرفوضة المدانة وأضاف محمد عفيفي من القاهرة أن هذا التطور الأخير هو الأحدث في سلسلة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ما يستدعي أن لا تقف الدول العربية في الجامعة العربية مكتوفة الأيدي أمام ستراتيجيات إيران الخطرة الهادفة لنشر الفوضى والاضطراب ويذكر بأن الرباط أعلنت سابقا قطع جميع علاقاتها مع إيران لتدخلها أو عذرا لتورطها في التدخل بالشأن الداخلي للمملكة المغربية حذر بشأن برنامج إيران الصاروخي ما لم يكن هناك أي بديل جديد حتى الآن ليحل محله وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مقابلة مع بي بي سي إذا توصلنا إلى اتفاق جيد وأفضل في يوم ما سيحل ذلك محله ولا بأس حينئذ من ترك الاتفاق النووي السابق لكن يجب أن لا نلغي الاتفاق الحالي إذا لم يكن لدينا أي بديل عنه وأضاف جوتريش أعتقد أن خطة العمل الدولية المشتركة الشاملة أي الاتفاق النووي الإيراني كانت انتصارا للدبلوماسية وأظن أنه سيكون من الضروري جدا الحفاظ على هذا الانتصار لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء الحوار البناء لأننا نرى أن المنطقة باتت في وضع خطر جدا اليوم تمر علميا هو الثالث من نوعه لطب الأسنان شارك في المؤتمر باحثون في مجالات طب الأسنان في مختلف الجامعات منها العراقية والعالمية التقرير مع ضياء الحمداني والتفاصيل المؤتمر الثالث لطب الأسنان أقامته جامعة إشكو بالتعاهن مع جامعة أربيل الطبية قدمت فيه بحوث علمية مختلفة في مجال طب الأسنان وبمشاركة العديد من الباحثين من كليات طب الأسنان في إقليم كرنستان والعراق طبعا هذا التعاون العلمي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مهم جدا لتطوير العملية العلمية في الأقليم وفي العراق بشكل عام طبعا تشارك في هذا المؤتمر تقريبا حوالي 300 أكاديمي من الأساتذة وقدموا بحوث مختلفة في هذا المجال راح يكون هنا في سبع بانيلات مختلفة تقدم في البحوث لمدة يومين في العراق كافة أكثر من 30 محاضرا قدموا بحوث مختلفة ضمن المؤتمر وأقيمت أكثر من سبع ورش عمل جمعت طلاب طب الأسنان للإطلاع على آخر التطورات في علم طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين المؤتمر هو شيء علمي جبنا أطباء من الخارج جبنا من الهند جبنا من مصر جبنا من أمريكا حتى يعني شكوا أبديت شيء جديد متطور من العالم ما ينجب هنا حتى يصير في متناول زملائنا الجامعات الرصينة تولي هذه المؤتمرات أهمية كبيرة لما لها من أثر على تطوير مهنة طب الأسنان في إقليم كرنستان والعراق وجعلها مواكبة لآخر التحديثات العالمية طبعا هذه كنفرانسات مهمة جدا لإبراز الأبحاث العلمية التي تم إنجازها من قبل الهيئة التدريسية في جامعتين وتطبيق هذه في المستشفيات وفي العلاج الطبي للمواطنين يمثل هذا المؤتمر نافذة لطلبة وأساددة كليات وجامعات إقليم كرنستان والعراق للإطلاع على آخر الوحوث والتطورات التكنولوجية في مجال طب الأسنان ونبقى في إقليم كرنستان إذ تعتبر قلعة إسقلا أو قلاء إسقلا أحد أبرز المعالم الأثرية في رواندز التي شهي درشة حكم هذه الإمارة العريقة في عام 1813 إذ باشر بوضع حجر الأساسي لهذه القلعة وتلك الجدران المحيطة حول رواندز عاصمة إمارة سوران وكان من بينها هذه القلعة ريبر عبدالغفار كان هناك ووفنا بالمزيد أمارة سوران بلغت أوج قوتها ومجدها بعدما تولى أمير محمد باشا حكم الأمارة في عام والجدران حول رواندز عاصمة أمارته وكان من بينها قلعة إسقلا أحد المعالم الأثرية في مدينة رواندز من الحصون أو من القلاء الكبيرة كانت قلعة إسقلا الموجودة في رواندز والقلعة كانت مشيدة بجدار سميك عريض مملوئة في الوسط بأحجار مختلفة الأحجام في مرتفع مقابل مدينة رواندز أمر مير محمد باشا ببناء وتشيط قلعة حصينة سماها قلعة إسقلا وجعل فيها قوة دائمة مجهزة بالسلاح والعتاد لحماية الأمارة من الأعداء لأن القلعة كانت تقع في موقع استراتيجي مهم القلعة تقع في موقع استراتيجي مهم حيث أن الموقع تشرف على وادي نهر رواندز وكان أستابرايم الماويلي الذي كان ماهرا في بناء القلاع والقصور في ذلك الوقت قد أشرف على بناء هذه القلعة التي شيدت من المواد البسيطة ومن أحجار المنطقة بشكل هندسي جميل كان في ذلك الوقت جميع الأصنوعة أو المشيدة في ذلك الوقت كان يشرف عليها أستابرايم الماويلي يشرف عليها إبراهيم الماويلي كانت المواد متكونة من أحجار منقورة بشكل هندسي جميل والمادة المستعملة فيها كانت الكلش والنورة وممزوجة مع صفار البيض رايبر عبدالغفار زاكروس تيفي رواندز مشاهدين الكرام ومن قلعة رواندز إسقالة ورواندز وسوران الجميلة عموما المغرية بالزيارة والسياحة إلى عنويني من نجيفي يبحثاني التطورات السياسية المتعلقة بالعراق والمنطقة نيشيرفان بارزاني يجتمع مع عدد من علماء الدين وقسم من أهالي مدينة أربي ندوات جماهيرية حاشدة في زاخ وسهل نينوى وزمار للتعريف ببرنامج القائمة 184 واستعدادات المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية في أوروبا ما تزال مستمرة وإقليم كردستان أفضل بيئة للعمل الإعلامي في الشرق الأوسط بحسب نقاب النشرة تنتهت إلى اللقاء موسيقى